بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة العيد صلاة العيد سنة عين مؤكدة تلي صلاة الوتر في التأكيد وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واضب على صلاة العيدين عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك إلى أن لقي الرفيق الأعلى جل جلاله وأول صلاة عيد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة حين فرض صيام شهر رمضان وصلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام يكبر المصلي ست تكبيرات يعني المجموع سبعة تكبيرات بتكبيرة الإحرام ثم يقرأ صورة الفاتحة وبعد صورة الفاتحة يقرأ صورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى أو أي صورة أخرى والركعة الثانية بعد تكبيرة القيام من السجود يكبر المصلي خمس تكبيرات إذن بعد تكبيرة القيام يكبر خمس تكبيرات يعني المجموع ست تكبيرات تكبيرة القيام زائد خمس تكبيرات طبعا ويكبر معه المأمومون مدم في هذه السنة مع ظروف الجائحة مع ظروف هذا الوباء نسأل الله أن يرفع هذا الوباء عن البشرية جمعة داخل البيوت تصلى فرادة وتصلى جماعات ممكن كل إنسان يصليها وحده بهذه الكيفية اللي قلناها ممكن تصليها الأسرة الواحدة جماعة يقوم أحد الرجال بالإمامة يأم الأسرة وراءه الرجال ثم بعد ذلك النساء والأطفال يصلي الجميع الإمام يتقدمهم إنما جعل الإمام ليؤتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام يكبر ست مرات يعني ميخذم تكبيرة الإحرام سيكش متظليث يعني ركعتهم زوارو في العيد هذه كبر استمرات استثيكة نصتها بعد تقرأ صورة الفاتحة أدي غر صورة الفاتحة بعد صورة الفاتحة تقرأ صورة سبّح نغأ أي صورة أخرى بعد صورة الفاتحة أدي غر بذندم إما صورة سبّح صورة الأعلى سبّح يسمى ربك الأعلى فصورة سنظن بعد ميذكر الركعة الثانية حينما يقوم الركعة الثانية بتكبيرة القيام يكبر خمس تكبيرات ميذكر سيسجود باش هذه كمال أدي خدم ركعة في السناث هذه الظل ركعة في السناث أدي كبر خمسة فيكال بعد تكبيرة القيام أكا سفي المجموع هذه الستة تكبيرة القيام أدي غر من بعد صورة الفاتحة ودي غر إما صورة الغاشية نغر صورة النظم ذايا بعد هذه كمالك فالزاليثيس هذه خدمت تحيات صلاة الإبراهيمية ودي السلم وذكفة الزاليثيس وليس شرطا أداء الخطبتين مدام الصلوات صلاة العيد عيد الفطر تصلى في البيوت نسأل الله القبول ليس شرطا يعني أداء الخطبتين خطبتين العيد ونسأل الله أن يتقبل مننا ومنكم جميع صالح الأعمال إن شاء الله عيدكم مبارك نسأل الله أن يعيده عليكم وعلينا وعلى الأمة وعلى البشرية جمعا بالخير واليمن والبركات وبالعافية العيد ثمر فوح إن شاء الله هذه العيدة ديوين الخير ديوين لهنة ديوين ثلويث والسلام ربي فلاوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته